موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من مجلة ديرشبيكل الألمانية التي نشرت مقابلة مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي بعنوان الإبراهيمي ستنفجر المنطقة إذا لم تحل الأزمة السورية جاء فيها قال المبعوث الأممي والعربي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن صراع في سوريا أثر على دول الجوار وستنفجر المنطقة بأسرها إذا لم يتم التوصل إلى حل فهذا الصراع لا يقتصر على سوريا بل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ولسيما تنظم الدولة الإسلامية في العراق والشم جاء ذلك في مقابلة أجرها الإبراهيمي مع مجلة ديرشبيكل الأسبوعية الألمانية أشر فيها أن إحدى أمانه خلال فترة مهمته كانت أن ينقل الرئيس السوري بشار الأسد سلطاته مضيفا أن ذلك هو الوضع المثالي وأنه حلم بالانتقال إلى سوريا جديدة عن طريق ضمان إجراء انتقال منظم للسلطة ولفت الإبراهيمي إلى أن الوفد السورية لم يأتي إلى مؤتمر جينيف 2 لإجراء مفاوضات جدية بل كرد عرفان لروسيا مبينا أن وفد المعارضة أراد حلا عسكريا بدل المفاوضات خلال المؤتمر وأنه برغم من سوء التحضير لأنه كان مستعدا لإجراء مفاوضات وفي رده على سؤال حول عدم مغادرة بشار الأسد لمنصبه قال الإبراهيمي إن الأسد أخبرني أن الشعب السوري يريده ومدام خمسون بالمئة من السكان يؤيدونه فهو سيبقى في السلطة وعكس ذلك سيغادرها مضيفا أن الأسد حصل على 89% في الانتخابات الرئاسية وهو ما يفضي إلى عدم الوصول إلى أي حل وتابع الإبراهيمي الأسد يعلم بالكثير من الأمور في سوريا ربما لا يعرف التفاصيل الدقيقة لكنه يعلم بحالة التعذيب والقتل التي يتعرض لها المواطنون والمدن التي تدمر كما لا يمكنه تجاهل عدد اللاجئين الذي تجاوز المليونين ونصف والذي متوقع أن يصل إلى أربعة ملايين في العام المقبل ولا يمكنه غض طرفه عن مائة ألف شخص في السجون وأوضح الإبراهيمي أنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة بأن سوريا لن تشهد حلا عسكريا وأن أي من الجانبين لن يحقق النصر مشيرا أن سوريا يمكن أن تتحول إلى صومة جديدة نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الديلي تيليغراف حيث كتبت شارلز مور عن الفشل في مواجهة انتشار أفكار الإسلاميين المتطرفين في المدارس البريطانية يستهل الكاتب مقاله بعرض حادثة غريبة وقعت يبدو منها أن وزيري الداخلية والتعليم يتبادل الاتهامات في التقصير في معالجة الموضوع فقد نشرت وزيرة الداخلية تيريزا مي رسالة على موقع وزارة الداخلية موجهة إلى وزير التعليم مايكل غروف تتساءل فيها عن سبب تقصير الوزارة في التحقيق في تسرب أفكار إسلاميين متطرفين إلى المدارس ويرى الكاتب أن هذا كان تدخل غير مألوف والدليل أن الرسالة اختفت من على موقع الوزارة لكن الوزير غروف اتهم وزارة الداخلية بالتركيز على المظاهر العنيفة فقط للأفكار المتطرفة ويرد الكاتب بعض الأمثلة التي تعكس سلوك الإسلاميين المتطرفين من اختطاف جماعة بوكو حرام مئتي فتاة نيجيرية إلى الحكم بالإعدام على امرأة سودانية بتهمة الردة إلى ما يجري في سوريا إلا أنه يؤكد أنه يختلف مع من يعتقدون أن الإسلام مدين عنف بل هو يرى أن أتباع العنف يستطيعون استخلاص أفكار تدعم توجهاتهم العنيفة من أي دين كان ويرى الكاتب أن الحكومات الغربية تفكر في أن إحدى أنجع الطرق لمواجهة المتطرفين الإسلاميين هي في إنجاز شراكة مع قوى إسلامية معتدلة ويلاحظ أن التعامل مع التطرف الإسلامي كظاهرة عنف هو تصطيح لظاهرة فالمشكلة هي كما يرى في الأفكار التي تجعل شبابا يعتقدون أن بريطانيا تتآمر على المسلمين والتي تجعلهم يكرهون اليهود ويهمشون دور النساء في الحياة العامة والتي تساعد على تقبلهم للعنف نواصل مشاهدنا الكرام حيث كتب باتريك كوكبيرن تحليلا في صحيفة Independent on Sunday البريطانيا في الحرب على الإرهاب القاعدة هي المنتعشة يقول الكاتب لا بد لنا من تسمية الأسبوع الماضي بأسبوع النفاق الطازج مقارنا مثل غيره بين رد فعل الدول الغربية على انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد بنسبة 88.7% والذي اتسم بالشجب ورد فعلها على انتخاب عبد الفتاح السيسي الذي جرى تنصبه رئيسا لمصر يوم أمس بنسبة 96.9% حيث وعدت بالتعاون والعمل معه ونفاق لا ينتهي عند هذه الدول فرغم كل اللهجة الانتصارية حول نسبة المشاركة فطريقة الأسد في التعامل مع المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرته هو قصفها بالبراميل المتفجرة ولا يستثني الكاتب هنا المعارضة التي يقول إنها ليست بعيدة عن النفاق عندما تستهدف المدنيين باستثاء أن وسائل الدمار المتوفرة لديها أقل من تلك التي بيد الدولة ويضف كوكبيرن إن القوات التابعة للحكومة قامت بدك أحياء تسيطر عليها المعارضة يعيش فيها 300 ألف نسمة شرق مدينة حلب بالبراميل المتفجرة وأصبحت هذه الهجمات أكثر شراسة لأن المروحيات التي تحملها تقوم بطلعاتها الجوية في الليل حيث لا يراها السكان عندما تقلع وتعود إلى مواقعها وأشر الكاتب إلى مقال كتبه شخص يكتب باسم إدوارد دارك من مدينة حلب ونشره موقع المونيتر حيث قال إن البراميل المتفجرة تنخص الطبيعة المثيرة للضحك لهذا الصراع لا إنساني والذي يحدث للشيخ مقصود في حلب ويكتب كيف تعرض الحي لقصف المعارضة التي قالت إن هناك عدداً كبيراً من قاطنه من الموالين للحكومة وعندما دخلت المعارضة في آذار مارس 2013 جاء دور الجيش السوري الذي بدأ بالقصف الذي لا يميز على بيوت المدنيين التي كانت لا تزال واقفة في مكانها نواصل مع صحيفة العرب اللندنية حيث كتب عبد الحفيظ محبوب مقالاً بعنوان إيران بين أوهام ولاية الفقه والإمام قلفي حاول نظام الإيراني محاكمة ثورات الربيع العربية بعدما وصفها بأنها نتاج مؤامرات صهيونية وأمريكية خوفاً من أن تمتد هذه الثورة إلى إيران لكن براعة إيران لن تستمر إلى الأبد في ترحيل أزماتها الداخلية وحالة الفشر الاقتصادي وتفعيل امتداداتها الخارجية أي استثمار السياسة الخارجية التي تسعى لكسب مزيد من الولاءات الخارجية خوفاً من عودة اضطرابات تشبه ما حدث من حركات مناهضة لإعادة انتخاب أحمد نجد لكن النظام الإيراني حاول بعد ذلك أن يستثمر تلك الثورات لصالحه وبدأ يدعمها طبعاً ما عدى الثورات السورية باعتبار سوريا من دول الممنعة حسب زعمه وهو ما فضح الموقف الإيراني المتقلب بدأت الجمهورية الإسلامية في الادعاء بأن الثورات العربية مستلهمة من الثورة الإسلامية عام 1979 وبدأ الإعلام الإيراني الرسمي يهتم بإظهار هذه الثورات بشكل إيجابي بالسثناء الثورة السورية وبدأ بالتزامن مع ذلك الترويج لآية الله خامنئي كإمام لهذه الثورات لا كمجرد آية من الآية وبهذا يتغير اسم إيران من جمهورية إلى إمامه ويصبح خامنئي قائد المسلمين في العالم واتخذت إيران عدة خطوات لتعزيز هذه الفكرة وبدأت تقوم بتحركات على الأرض ومنها دعوتها لإقامة مؤتمر الصحوة الإسلامية في طهران واستطاع هذا المؤتمر جذب أكثر من ستمائة باحث وقائد سياسي من ثلاثة وخمسين دولة إيران لا تزال تصمم على الاستمرار في الأوهم بعد تداعي الأوهم السابقة التي روج لها حسن نصر الله الأمن العام لحزب الله في لبنان حيث استطاع تأجيج عواطف العامة وحتى المثقفين من المسلمين خصوصا عندما حارب إسرائيل فكانت فرصة مواتية لإيران لتعزيز ولاء المسلمين لنصر الله الذي يدين بدوره بالولاء للولي الفقه ننتقل الآن مشاهدنا الكرام إلى صحيفة الحياة حيث كتب بدر راشد مقالا بعنوان الأسد في متاهته قلفي الصدف مع الحديد والنار قادت بشار الأسد إلى سدة الحكم في سوريا فمؤهله الوحيد لحكم جمهورية سوريا العربية أنه ابن لحافظ الأسد الذي حكم البلاد عقودا بقبضة حديدية ونظام أمني مخابرتي والصدفة الأخرى كانت الحادثة التي أودت بحياة باسل الأسد الخليفة المنتظر لأبيه ليصبح بشار المؤهل الوحيد لحكم سوريا بعد راحل صاحب الثورة التصحيحية ليتم تهيئة الحكيم على عجل لمهامه الجديدة بوصفه وريثا للعرش في جمهورية الرعب والمجازر أعوام على حكم الأسد ليظهر الفرق جليا بين الأبي وابنه فالأسد حافظ كان حليفا ذكيا للإيرانيين منذ الثمانينات لواجهة مرد وسط وتصدام حسين الغريمة الأيديولوجية التقليدية لسوريا الأسد الأبن كان مختلفا فقد سلم الجمل بما حمل للإيرانيين فلم يعد له من العرش إلا اسمه فكانت السفرات الإيرانية قبل الثورة تلعب دورا هائلا في سوريا على غرار سفرات أنظمة الوصاية لاستعمارية والتمدد الإيراني الاقتصادي والثقافي يكاد يمتلك البلد رهن سوريا لإيران جعل الأخيرة تتعاطى معها حرفيا على أنها أراضي إيرانية فبعد الثورة السورية المجيدة للتحرر من حكم وسط وطئة للأسد رمت إيران المتهالكة اقتصاديا بكامل ثقلها وراء الرئيس الدمية كان الأسد يعلن معادات تدخلات الغربية الأمريكية الأوروبية في المنطقة وكانت كلمة حق يراد بها بطل فالأسد هو من اعتمد في حكمه كليا على تدخلات فارسية إيرانية في المنطقة وحلف روسيا متين لا يختلف عن الأمريكي في شيء إلا بالتعاطي العلني مع خطاب طائفي يقود المنطقة إلى دوامات حروب وصراعات أهلية لا يرى لها حد لم يتبقى من الأسد لا الدكتور الشاب الذي تعاطى بمرونة نسبيا مع ربيع دمشق قبل ربيع العربي ليعلن وعود إصلاح لم تتم ولا حتى النظام الأمنية التاريخي الذي بعذب أطفال درعا ليشعل الثورة هناك كل ما هنالك هو وجه طائفي بغيض يقاتل حتى آخر رمق للحفاظ على عرش من سراب وتدخلات خارجية على جثث سوري وأنقاض حمص وحلب ودمشق الخالدة نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع أخبار العالم التركي حيث نشر مقالة لشعبان عبد الرحمن بعنوان آثة النظام العربي المدمرة جاء فيه الواقعة وقعت في العراق ثم سوريا ثم مصر ومازل في الجعبة دول أخرى هكذا يبيت النظام الدولي الاستعماري وجنوده ورجاله وسماسرته فالعراق داهمه الاحتلال في آذار من عام 2003 ثم مزقه ونهب ثرواته وأسلم قياده لطرف طائفي ما زال يشعل حربا طائفية تعيده رويدا رويدا إلى نقطة الصفر في سجل المجتمعات البشرية وسوريا منذ تفجر ثورة شعبها في آذار من عام 2011 تعيش حربا مهلكة يشنها نظام على الشعب ويقف العالم الذي يقوده نظام الدولي متفرجا انتظارا للحظة الدمار الكامل للدولة وإبادة ما يمكن من الشعب أما مصر فقد سقطت بعد نجاح ثورتها التي أذهلت العالم وخلعت مبارك سقطت فئة انقلاب عسكري أعادها إلى قفص النظام الدكتاتوري وأعاد معها الدولة العميقة لتحكم من جديد ولا تتوقف المحاولة الدأوبة عن تكرار النموذج السوري هناك ولكن وعي الثوار ما زال يحول دون ذلك واليوم تتحرك العجلة نحو ليبيا لمحاولة استنساخ للقلاب العسكري في مصر وإلحاقها بالنماذج السابقة لكن المحاولة تبوء بالفشل حتى الآن وقد أشبعت تلك الأحداث تحليلا لكن تظل الكلمة الفاصلة لفعل السلاح ووقائع الحرب الدامية التي لا تبقي ولا تذر ونسأل الله الواحد القهر أن يكون الانكسار هو مألة تلك الحملة الصالبية الصهيورية الخطيرة لكن السؤال الذي يتردد اليوم بإلحاح وبصوت عال هو ماذا بعد تلك الدول؟ لم يعد سرا أن دورا سيأتي على دول عربية أخرى ستطالها الآلة العسكرية الأجنبية وستكون المبررات يومها هي نفس المبررات التي صدرت بشأن العراق وربما يكون شعار تحر الشعب الكاذب هو القاسم المشترك وعدها سيطرح الغزاة أكثر من دليل على ضرورة إزالة النظام أي نظام فكيف ستتصرف الأنظمة وما أكثرها التي تنطبق عليها تلك المواصفات عندما يحل عليها الدور وتمحق البلاد ويباد العباد بسببها ومع أن الحالة هكذا وضحة لتلك الأنظمة إلا أنها فيما يبدو تركب رأسها المنتشية بصول جان الحكم وترتب أمرها على أن يظل الوضع على ما هو عليه شعب مقهور وسلطة غاشمة تتنعم بكل شيء حتى لو كانت النتيجة هي ضياع البلاد وإهلاك العباد نتابع مشاهدنا الكرام مع موقع سيراج بريس حيث نشر تحقيقا لكريم السعيد عنوان نظام الأسد يدمر صناعة الذهب السوري جافي تربعت حلب على عرش صناعة الذهب السورية بالزهار الأكثر من ستة ألاف ورشة لصياغة المشغولات الذهبية في أسواق المدينة القديمة لكنها اليوم خاوية على عرشها بعد إغلاق الورش بغالبيتها العظمى حيث لا يتجاوز عدد الورش التي تصارع من أجل البقاء المئتي ورشة وفقا لأصحاب الحرفة ذاتها وبينما تعيش حرفة الذهب في حلم حالة من الموت السريري يفرض نظام الأسد تعقيدات جديدة تقيد من قدرة السوريين على استحاب مجوهراتهم معهم خارج البلاد والذي لا يمكن أن يتجاوز 500 جرام وفق شروط معقدة أهمها ألا تكون كتلة المشغولات الذهبية المخرجة متشابهة وفقا لجمعية الصاغة والمجوهرات وهو ما يشكل قيدا على الكثير من السوريين الذين يستخدمون المجوهرات الذهبية كوسيلة لنقل مدخراتهم من السيولة المالية معهم خارج البلاد بعد تدهور الليلة السورية في أحياء وبلدات حلب المحررة يبدو المشهد مختلفا تماما إذ تفوق مخاطر الطريق الذي يسلكها الذهب إغراءات الربح بكثير وهو ما جمد عبور المعدن النفيس من قلب المدينة المحتل إلى أطرافها المحررة يقول الصائغ محمد مخللاتي أشتر ذهب المستعمل والمكسور من الزبائن وعيد صهره وصياغته وختمه ولا أغامر إطلاقا باستخدامه من قلب حلب إذ تصل أجور النقل إلى مائة وخمسين ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الذهب وسعر الكيلوغرام الواحد ستة مليون ومائتي ألف ليرة بربح مائة ألف ليرة سورية إذا كتب له الوصول ويضيف مخللاتي أعرف الصائغين تعرضوا لاعتقال ومصادرة ما بحوزتهم المصوغات تحت حجج مختلفة لدى عبورهم حواجز نظامي والشبيحة المنتشرة على الطريق من خناصر الوحيد الواصل بين حلب وريفها بينما يرى آخر أن المشغولات الذهبية السورية لا تزال في الواجهة نظرا من خفاض أجورها مقارنة بتلك تركيا ويرواجي موديلاتها في السوق المحلية لكن الحاجة تتنمى لوجود هيئة نقابية تعمل بحماية أمنية من الفصائل العسكرية تقي هذه الحرفة من الاندثار من خلال ضبط الأسعار والعيارات بما يحفظ للذهب السوري سمعته ومكانته التي باتت على المحك على حد قوله حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل لصحفة عين المدينة حيث نشرت مقالا بعنوان الأسد يجدد لنفسه ونحن نجدد عهودنا أيضا قالت في لا تستحق الانتخابات التي أعلن عنها النظام على منصب رئاسة الجمهورية أي التفاتة جدية بل علىها كانت مناسبة فسيحة للفكهة بمرشحها الثلاثة وبمراقبها الدوليين وبحملاتها الدعائية لولا أن هذه الأخيرة مصحوبة بالدم والدمر وبرامل الحق وقذائفه التي لم تتوقف بوصفها البرنامج الانتخابي الوحيد للمرشح الفائز ولولا أن هذه العملية السخيفة دليل على عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لإجرام الأسد وعلامة على أن المهمة التي أمامنا طالت أكثر مما ينبغي وستكلف من الأرواح والممتلكات ما الله أعلم به إضافة إلى كل ما سبق ولعل مرور هذه السنوات ووصولنا إلى هذا الاستحقاق مناسبة لتجديد عهدنا مع الثورة بشكل أكثر جدية وعمقا من ذي قبل فقد مر وقت رأينا فيه نزهة خطرة أو مغامرة تحمل من الإثارة أكثر مما تتطلب من الجهاد بمختلف معانيه جهاد النفس كي لا تحيد عن الطريق ويغلبها الضعف أو الاعتداد وكي لا يسيطر عليها الحقد فتتجاوز حدها المحقة في الصراع مع مجرم النظام الذين ترطخت أيديهم بالدماء إلى من سواهم من أبرياء وجهاد الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم استثمارها لمصالح فردية أو ضيقة وجهاد الزراعة أو الصناعات الصغيرة سعيا لاستغناء المناطق المحررة عن أجهزة النظام وجهاد التعليم كي نبني لأبنائنا مستقبلا أفضل وهو أحد أسباب ثورتنا وجهاد السلاح الذي لن يتوقف حتى يبلغ مداه هناك في دمشق حيث رجل مختل يجدد حكمه بنفسه حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدنا وننتقل إلى موقع زمان الوصل حيث كتب عوض سليمان مقالا بعنوان كنا سننتخب الأسد أيضا قلفي تعود بي الذكرة إلى مقالة سيدة ريم حدد مديرة تلفزيون الأسد في شهر السادس من العام 2011 في مقابلة أجرتها مع شاشة بي بي سي حيث أكدت وقتها أنه لا يوجد لاجئون في تركيا وأن الآلاث الذين ذهبوا إلى هناك قصلوا زيارة أهلهم لا أكثر ولا أقل أما السيد طالب إبراهيم فقد كان له مقاربة أخرى إذ قال إن تركيا خطفت عشرة آلاف سوري وأوهمت العالم بأنهم لاجئون لإثرة الرأي العام العالمي ضحل في المقاومة والممانعة نحن نصدق مقاله الأسد ونفق بريم حدد ولنشكك في مصداقية طالب إبراهيم وزد على هذا فإننا أردنا أن ننتخب بشار الأسد رئيسا أبديا كأبيه ونبايعه البيعة الكبرى ولكن طلبنا بشرط واحد فعجز الكسول أن يفعله طلبنا منه أن يكمل حملته الانتخابية ويشرح برنامجه الانتخابي لهؤلاء السوريين الشرفاء الذين هربوا من الإرهابيين أو الذين ذهبوا لزيارة ذويهم فما كان على الرجل كمثال إلا أن يطلب من الحكومة الأردنية زيارة شعبه في مخيب الزعتري ويمر على السوريين يقبلهم ويحمل الزهور لهم ويخطب فيهم ويشجعهم على النزول إلى الانتخابات كنا نريد أن نرى فقط عشرة أشخاص في مخيمات اللجوء في تركيا أو الأردن أو غيرها يهتفون للأسد ويشجعون على انتخابه عندها سنكون أول ناخبه إلى آخرهم لقد قالها بشر الأسد وليزال مصرا عليها من السوريين مئة الآلاف من الإرهابيين ولهم حضنتهم الشعبية ولا علاج للإرهاب عندنا إلا القتل رئيس يتهم شعبه بالخيانة وينعته بالإرهاب ويتوعده بالقتل لن يتجرأ على مواجهته ولا حتى على النظر في عيون أطفاله ولن يستطيع أن يدعو مواطنيه إلى الانتخابات فضلا عن أن يسافر إليهم بنفسه ويعيدهم بتأمين عودتهم إلى بلدهم لإن كانت انتخابات السيسي قد جرت في ظل الرقاصات فإن انتخابات الأسد تدري في ظل القصف بالبرامل وصواريخ السكود والطائرات ولعل من أهم نقاط برنامج الأسد الانتخابي أن يرمي على كل طفل سوري برملا وعلى كل قرية صاروخا وأن يخصص لكل مبنى طائرة روسية تدمره ومن برنامجه أيضا أن تصبح سوريا بلدا إيرانيا شيعيا فيستأصل سنتها ويجنس ميليشيات حزب الله حالش والصدر ويمنحهم بيوت السوريين وأملاكهم بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم من حديث الصحفة أشكروا لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة